لكن بورس بيكتب للعبيد خلينا اليوم نحطه بصغط العصر في هذه الأيام بيكتب للعمال للناس اللي بتشتغل عند أشخاص يقول أن لا يثوروا من ناحية تاني أنه يعكسوا الحياة المسيحية الحقيقية بمثال صالح وأنه يعملوا الشغل على أكمل وجه بطالب طبعا بالطاعة ليه؟ لأنه بكل بساطة لأنهم يخدمون المسيح بطالب الشغيل أو العبد أن يظهر الاحترام للسيد أن لا يستغل أن لا يكون مهمل أن يكون يعمل بأمانة شديدة بأمانة مطلقة لأنه بيخدم المسيح يخدم المسيح لازم يقوم بالعمل على أكمل وجه العمل الصحيح كما يسميه بولوس سواء إلى أفسوس أو إلى كولوسي هو عمل الله عمل إرادة الله خلي بالك كمان بيتكلم للعمال أنه الشخص اللي بيشتغل بأمانة وبيشتغل للرب وببساطة كمان في مكافأة من عند الرب فبيقول أنك تخدم من كل القلب لأنه الله شايف لا تخاف الله شايف كل شيء ما تأخذ أنت موقف الديان أو الحاكم لكن إذا بتعمل اعمل كل شيء ببساطة قلب كما للرب وتأكد أنه الله رايح يكافيك وأي شيء بنعمله الله بكافئنا عليه حتى الكتاب بيقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره أيضا أنه لما منخدم الرب خلينا نخدم الرب من كل القلب أعزائي أنا بدعو كل شخص بيعمل أنك تكون أمين أنك مش تشتغل تروح متأخر أو ترجع متأخر أو بكير إلى آخر لكن تكون دايما منسجم متوازن في حياتك لأنك أنت بتخدم الرب مش بتخدم شخص